وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 76 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت أيضا وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 17 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما ضبطت قرابة 44 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فضلا عن ضبط 15 طن من الأسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء هذا وضبطت الوزارة 613 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 85 قضية خبز ناقص الوزن و92 قضية خبز غير مطابق للمواصفات إلى جانب ضبط قضيتين بمضبطات بلغت قرابة 3 أطنان في مجال الأقماح المحلية وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريدي وتداول القبح المحلي ترجمة نانسي قنقر